ايتي بالعربي يستعرض أهم الأعمال التركية الأكثر مشاهدة في العالم العربي من المسلسلات الناجحة جداً بتركيا وتعاد مسيطرة أيضاً بالوطن العربي هو التفاح الحرام اللي بتدور قسطه عن الأختين زينب ويلداز اللي بيكونوا فقراء وطموح كل واحدة منهم مختلف عن الثانية ولا هيك إن بيحققوا ياللي نفسهم فيه بطريقتهم الخاصة والموسم الخامس من هالعمل من المقرر بدأ عرضه بشهر سبتمبر المقبل ولهيك نشرت أحد أبطال هالعمل إيدا إيتشي على صفحته على إنستجرام فيديو لمقتطفات من مشاهدها السابقة وكتبت بما معناه الموسم الخامس قادم لا أصدق فليبدأ العدل تنازليه وحالياً عم بينعرض الموسم الثالث منه على قناة أوسان وصار نازل لليوم حوالي العشر حلقات وطبيعي جمهوره الكبير يكون سعيد جداً لتكملة متابعتها العمل الضخم ومتحمس ليعرف أكيد أهم الأحداث يلي حتصير مع أفضل المسلسل رح أعطيك هذا الدفع وكل يوم بدك تحط منه لكي أما مسلسل الحفرة الأشهر بتركيا واللي محتل مرتبة متقدمة ضمن الطوب تن على منصة شاهد فبددور أحداثه حول حي بمدينة إسطنبول اسمه الحفرة يقع تحت سيطرة عائلة الكوتشوفالي واللي بيلاقي نفسه الابن الأصغر ياماش اللي بيلعب دور أراس بولات بعد وفاة والده بمواجهة مع أعداء كثار لها الحي ولهيك بيقرر العودة إلو من بعد ما كان قرر يبتعد عنه والموسم الثاني من مسلسل أنت أطرق بابيا لإيقاعه كوميدي ودراما فأبطاله هن الثناء المشهور هندي أرتشيل وكاريم بورسين فصار على وشك الانتهاء وحاليا عم بينعرض الحلقات الأخيرة منه ومع ذلك هو مزال مسيطر على الطوب تن حسب منصة شاهد وعم بحقق نجاح كثير كبير بهالسيزن بس حملته بمكان تاني بمكان ما بينشاف أبدا ومع أنه مسلسل حكاية جزيرة ما زال بموسمه الأول فهل عمل الرومانسي الكوميدي إدري نال على أعجاب الجمهور ويشدهم لمتابعته خاصة أنه حكايته بالدور حول شخصيتين مختلفين بلتقوا ببلدة شاطئية هادئة اللي بتأدي لبدع علاقة رومانسية ومرحلة جديدة بحياتهم وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة والمغامرات العاطفية وأبطال هالعمل هني أيشا أيشين، توران وآلب نفروز وأيضا مسلسل عشق منطق انتقام يلي عم بينعرض حالياً الموسم الأول منه فمحقق نجاح كبير ومحتل المرتبة الثالثة بالإمارات فقصته بتدور عن خطة إسراء يلي بتنوي الانتقام من طليقها اللي أصبح رجل أعمال غني ومشهور فبيكتشفوا الاثنين أنهم مازالوا بيكلوا المشاعر لبعضهم البعض وبتتوالى الأحداث أنت شو نفكر حالك عم تساوي؟ أه؟ فكر حالك بتقدر تزلني لأنه صار معاك رشان ثلاثة يعني؟ اشتركوا في القناة